باسم الاب والابن وروح الكدس الاله الوحد امين ناخد شوية من الاسئلة اللي بتبعتوها حضراتكم فيه سؤال بيقول زهرات القدسين هل هي بالروح ولا بالجسد يعني عنده زهور قديس بيكون موجود في السماء وفي نفس الوقت موجود في الارض طبعا اولا الزهرات طبعا هي بالروح لان اجساد القدسين موجودة في المقابر او موجودة في انابيب في الكنايس والاجساد لسه في حالة موت هتقوم في الايام العامة في اليوم الاخير فالذي يسكن في الفردوس الان هي ارواح القدسين كون الله بيسمح لقديس يظهر لحد معناها ده بالروح مش بالجسد لكن هل معناها هو بيبقى موجود في السماء وفي الارضة في نفس اللحظة في الحقيقة القدسين محدودين بس انا هسألك سؤال انا داتي قاعد في استوديو في الامبرويس في العباسي وانت شايفني في امريكا ولا في استراليا ولا في اوروبا ولا في مصر في الصعيد في وجه بحث هل انا غير محدود مش معقول طبعا اذا كان البشر عرفوا يخترعوا حاجات تخلي الشخص موجود في استوديو في مسبير ومسلا والدنيا كلها شايفة في التلفزيون فايه هل ربنا عاجز ان يبقى القدسين موجودين في الفردوس ما بيخروجوش منه لكن يبقى اتشعاعهم يظهر كده لحد يديلوا رسالة او يطمنوا او يفرحوا ويطبطب عليه وفي نفس الوقت يبقى هو في الفردوس وهلا هو في الفردوس وظهر في الارض يبقى هو غير محدود او زي الناس بتسأل طب انا لو في القاهرة بصلي ويقولي عدرة واحد في اسوان بيصلي يقولي عدرة هيا العدرة غير محدودة اسئلة غريبة لان فعلا وانا قاعد دلوقتي في الستوديو ممكن حدي بيبعث سؤال من هنا ومن هنا ومن هنا كلنا بنتواصل مع بعض ومش معناها ان انا غير محدود فاجات على الادسين فاحيانا بعض الاسئلة بتبقى محتاجة بس الواحد يركز هيلاقي السؤال سهل جد